احنا جماعات ما زلنا جماعات وملل وفرق وعصريات حسب تعبيري بالخلدون. هذه كلها هي تخلينا اه نحتاج دائما ان نسوي مادة حافظة تحفظ هاي الجماعة اه وقيامها وتقاليدها فيما نسميه دين. هذه المادة الحافظة نسميها الله سميها المقدس سميها الحرام الحلال. هاي كلها تحفظ كل هذا النظام حتى لا يصير بتغيير. لا يؤقل انه يومي احنا نغير. لابد ان نخلق ثبات او نسوي نزعة تثبيتية لا تقبل التغيير. وتلاحظون انه عبارات الدينة دائما هاي من ثوابهة الدين. هذا الله خالد. الله اه قوي. مطلق القوة. مطلق القدرة. دائما تلقى اشياء مطلقة في اي نظام ديني. مطلقة هذا كلام صحيح. لا يقبل الخطأ. اه صالح لكل زمان ومكان. هذه اه هذه العبارات كلها حتى تتسوي هذا الغلاف اللي يحفظ على اه يحفظ على هذا النظام. لان لا يعقل انه كل شوية يتغير به. ولا تفتتت تفتتت الجماعة وتدمرت واندثرت ووضعت او ماعت في في جماعات الاخرين. الجماعات التي نجحت في التماسك هي جماعات الموجودة حاليا ومنعتها جماعات الاسلامية. لكن هاي جماعة الآن معرضة لخطر جسيم وكبير جدا. وهو انها لم تترك مجالا لاي تغيير. دائما تقول هذا المقدس يعني صلعت المقدس وبتلت به. تورطت به. تشضى الموضوع بين رجال الدين وبين الفرق الدينية وما لا ذلك بحيث انهم لا يستطيعون احداث اي تغيير. الذي يعد التغيير في في منطقة محددة يواجه بالرفض من قبل الطرف الاخر. وهكذا داخلين في مأمعة دينية لا اول لها ولا اخر. ولا اعتقد انها ستصل الى نتيجة الا بوجود كارثة عظيمة. تجبر الجميع على ان ينصعوا الامر الواقع. وهو ان دين عمر الف سنة لم يتغير منه اي شيء ولا يستطيع اي شخص ان يغير فيه اي شيء. هذا نظام متكلس ودين متكلس. لا علاقة له باي منطق وباي عقل. يعني مضطر هذا هذا النمط من الديان المستبد وعنيف وعدواني. لانها الطريقة الوحيدة التي يحافظ بها على نفسه. ولا يستطيع شيء اخر. يعني الدين الاسلام هاي مشكلة. لا يستطيع ان يعالج اه امراضه. ولا يستطيع ان يعالج ازماته. بل ما هو اسوأ من هذا. انه لا يستطيع الاتراب بوجود ازمة. اي انه اغلق يعني اغلق كل الابواب على نفسه. وحشر نفسه داخل هذا القوقعة التي سيموت في داخلها. الا لو ان لم يسارع الناس الى فهم هاي المعضلة الكبيرة ويفتحون النوافذ لكي يطلعوا على العالم ويبدون جسور مع هذا العالم. ويغيرون الكثير من التغرات التي اه يمر بها هذا الدين. اختم ويقول بان هذا الحال سيؤجبنا الانهيار ونحن فيها حاليا فعلا. نحن في حال كارثي لا يمكن ليصف لكننا متسربلين او متس يعني يعني شون سكرانين بهذا الدين وبهذا الواقع ولا نشعر بمخاطر اه الهائلة التي سيتورط بها اه اولادنا واحفاظنا. وانا اعتقد وامامنا كارثة كبيرة جدا. مع الاسف. لسوا متشائما لكن نهاية هذا الواقع. لاننا وصلنا درجة من اختناق لا يمكن معالجتها الا ب بامر جلل. امر جلل سيء او يعني مهم امر جلل او مؤجزة تخلينا نطلع من هاي القوقعة اللي حشرنا نفسنا بها. كمجتمع اسلامي. وهذا ليست الساعة للدين ولا للاسلام. لكنها اه محاولة الوسط ما يجري فقط. اه اوروبا اه تخلصت من هذا المأزق الذي نحن فيه الان بعد حروب دموية بشعة جدا خاصة في حروب الثلاثين نصف اوروبا اه ماتوا بسبب هاي الحرب الطائفية بين البروتستانت والكاتوليك خاصة العلمانية نصف الثلثين الشعب الثلث او نصف الشعب الالماني مات وثلث اخر مات بسبب الطاعون. اه هذه الكوارث ما صار وبسببها ظهرت اه طبقة التنويرين مفكرين الانوار وبعد ذلك مفكرين القرن الثامن عشر هؤلاء قالوا كفا لابد ان ننطلق من الارض من الواقع وحاجاته ونبني الانسان وليس الرحمة.